السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين القناة سارة انجليش مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد اللي سنهضروا فيه على البرنامج باش انكم تراجعوا اللغة الانجليزية في 12 اسبوع فقط صافي؟ يعني كل اسبوع سيكون عندك واحدة مهمة باش انك تديرها وكل اسبوع سيكون عندك انشاء باش انك تصاوبوا واحد الحاجة سيقع لليان تحتاجهم في هاد البرنامج سنجدهم بالترتيب كل اسبوع النهار الأول كذلك المنهجيين اللي ستحتاجوها في هادك الانشاء ديال هادك الاسبوع صافي؟ كل شيء ستلقاه في الديسكريبشن لتحت نبدأ بأول حاجة نبغيكم انكم تدخلوا الباش فيسبوك سارة انجليش وتديروا لايك وتدخلوا كذلك الانستغرام سارة انجليش واحد كما تشوفوا الصور هنا لانتما سنبدأ معكم لايلايف لأسبوع الأول لأسبوع الأول سنقذوا اليونيتي السادسة نحن نريد اليونيتي اللولة والثانية والثالثة ونحن باقي في الدورة الثانية الله باديينها محالة قلتو نضربوه على سفورين بحاجر واحد نكونو نوجدو الوطني وفي نفس الوقت نجيبوه مزيان في القيسم حتى نسليو الدورة الثانية ولا تتقرب التالية عاد نرجعو للدروس الدورة الأولى أما باش انك ترجع ليهم من دابو ونطف القيسم تدير الدروس الدورة الثانية سنقربك رأسك وخصوصا ان الانجليزية الدروس الدورة الأولى لا يرتبطون نهائيا بالدروس الدورة الثانية يعني باش تفهم الدروس الدورة الثانية ماشي بالدرس الدورة الأولى بالاستثناء باستثناء البريفكسز وصوفكسز زائد التنسل حيث كان يحتاجوهم في ريبورتد سبيتش أو في كندشنال تايب 3 ندوزو كما قلنا لهذا الويك للأسبوع الأول سنخدموه النهار الأول سيكون عندكم ثلاثة الحيثاث في السيمانة الانجليزية كلما رواش ممكن نهار تخدموه غير نصعف همتي ماشي تسمعو ثلاثة الحيثاثة ثلاثة تسواع ثلاثة تسواع تقدر تكون غير نصعف كلها حيثة طبعي النهار الأول ستخدموه الفوكابولار زائد apologizing and complaining النهار الثاني سنخدموه فيه phrasal verbs النهار الثالث ستكتبوه لي واحد لتر لصديق ديالك وتخبروه على العمل اللي انتك تحلم به الخدمة اللي انتك تحلم بها الأسبوع الثاني ستخدم فيه اليونيتي السابع اللي هي citizenship النهار اللولة تخدم vocabulary زائد advice النهار الثاني تخدم رب العامل جالك تطلب منه ترقية الأسبوع الأسبوع الرابع سنخدم فيه اليونيتي التاسعة science and technology النهار اللولة سنخدم فيه نهار الثاني سنخدم فيه conditional type 3 and wishes والنهار الثالث سنكتبوه writing an essay about the advantages and disadvantages of smart phones الأسبوع الخامس سنخدم فيه اليونيتي العاشرة brain drain النهار الثالث سنخدم vocabulary express regret النهار الثاني سنخدم relative pronouns و النهار الثالث سنخدم are you for or against using the internet in schools بمعناه بمعناه كنت معه او ضد استخدام الهاتف استخدام الانترنت في المدرسة طبعي هنا سنكتبوه argumentative essay نشيو الأسبوع السادس هنا سنعود لدرس الدورة الأولى لأنه سنعود لدرس الدورة الثانية ندرس الدورة الأولى لدرس الأسبوع السادس سنخدم فيه اليونيتي الأولى النهار الأول سنخدم فيه vocabulary opinion النهار الثاني سنخدم فيه gerund النهار الثالث سنخدم writing a paragraph and describe your best friend يعني ذلك الparagraph ستوصف أفضل صديق ديالك الأسبوع السابع سنخدم فيه اليونيتي number 2 humor النهار الأول سنخدم vocabulary day 2 و النهار الثالث سنخدم writing a paragraph about a successful person that you know يعني ستكتب واحد الparagraph على شخص ناجح الذي تعرفه و قصة ناجحه الأسبوع الثامن سنخدم فيه اليونيتي الثالثة اللي هي education النهار الأول سنخدم vocabulary زائد express purpose النهار الثاني سنخدم past perfect ضد simple past يعني كل مرة سنخدم past perfect simple past زائد الرائتين ستكتبوا ريبورت ها هو الريبورت لانتما ستكتبوه مأخوذ من وطني سابق صافي الريبورت سهل فقط نخدمه الجدول ديالنا كنرضوه الريبورت بحلق لنا paragraph و خبك يكونوا فيه ثلاثة ديالة ستلقى منهجية ديالك من التحت بالنسبة الأسبوع التاسع سنخدمه فيه اليونت الرابعة sustainable development النهار الأول سنخدمه vocabulary زائد cause and effect النهار الثاني سنخدمه future simple versus future perfect النهار الثالث سنكتبه write a thank you letter to your favorite teacher و عدنا week العاشر سنخدمه اليونت الخامسة women and power نهار الثالث سنخدمه vocabulary زائد addition and concession نهار الثاني سنخدمه the passive voice زائد نهار الثالث سنخدمه write a paragraph about your favorite film and why do you like it يعني ستكتب واحد البراغرف على افضل فيلم عندك و الاسباب لماذا هذا الفيلم تعزيز عليك و هنا سنصله ال week ال 11 سيكون ريفيزيون المراجعة نهار الثالث نهار الثالث نهار الثالث من واحد حتى العشر و هنا سنقوم تدخل باحد الفيديو المنقذ كما يعتبر الاغلبية التلاميذ لان من البداية يعني عامين دابات جوج اللي باكل كلهم خدمت معهم واحد الفيديو اللي الحمدلله ان الاعجاب وقدروا يجيبوا نقاط مزيانة لذلك لذلك لا يمكن نقاط مزيانة دروس العام سوف نقاط فقط الدروس الاطار المرجعي ان شاء الله من هنا لذلك ساعة سوف يخرج الاطار المرجعي سوف نقاط فيديو فيه الدروس الاطار المرجعي و لكن تمارين فقط نهار الثالث سوف يتفرر تمارين نهار الثاني سوف تصاوب امتحان وطني ديل 2019 الدورة العادية نهار الثالث امتحان وطني 2019 رجل نهار الرابع امتحان وطني 2020 النشlauf الاطارس سوف امتحان وطني 2018 نهار السابع سوف تنب far سوف يدير امتحان وطني 2021 ديل الدورة الاستدراكية و هنا سوف نقول لكم دكساعة سوف يراكم يعني هنيئا لكم ستكونوا ساليتوا و ستكونوا راجعتوا مزيان و مستعدين لإمتحان الوطني بنجاح و إن شاء الله إلا تبعتوا هذا البروغرام هذا كلكم إن شاء الله ستجيبوا أقل أقل نقطة كما قلت لكم هي 14 هي اللي ستجيبها الشخص بطبيعة حل لكم تبع هذا البروغرام و لكم تبع معي إن شاء الله صافيم نتمنى أنكم تبعوا هذا البرنامج و لا تنسوا أنكم تبعوا تجاههم على الأصدقاء أجلكم بشحتهم يستفدوا منه و شكرا على المشاهدة و بسلام عليكم في فيديو آخر